فاكرين طبعا كلنا سر الارض وحلقاتها الجميلة الممتعة اللي كانت بمثابة نشارات ارشادية للفلاح والمربي بالتأكيد محدش انساه طيب احنا النهاردة هنقولكم على سر خطير ازاي يكون عندك عجل مولود وسليم كل سنة بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من منا مايفتكرش يوم الجمعة وطقوس يوم الجمعة بعد الصلاة من عالم الحيوان لسر الارض الغرائب وطرائف وغيرها كتير من ايامنا الحلوة اللي فاتت بس الحقيقة من افضل البرامج اللي كان بيقدمها التلفزيون المصري هو برنامج سر الارض واللي كان عبارة عن حلقات تلفزيونية بتمثل نشرات ارشادية للفلاح والمربي في كل مجالات الزراعة وتربية الحيوان فاثناء التنقيب اسمح لي يعني استخدم هذا المصطلح لان الموجود فعلا في هذه النشرات كنوز لا يصلح معها الا مصطلح التنقيب واثناء التنقيب في التراث الارشاد القديم لفت انتباه نشرة ارشادية مقدمة من مدرية الارشاد الزراع ومدرية الصحة الحيوانية بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الفن المشترك وده بالجمهورية العربية السورية وهذه النشرة بعنوان اهم الارشادات للحصول على عجل مولود وسليم كل سنة واخب بالنا من الفرحة اللي في عينك دي وفي قلبك لما سمعت عجل مولود وتخيلت كده لحظة الولادة يا سلام لان ده فعلا من اسعد اللحظات اللي بتمر على المربي لو ايه العجل مش بس مولود لا ده كمان سليم وصحته كويس ما شاء الله طيب يالله يا عم النشرة قولينا ازاي يحصل على عجل مولود وسليم كل سنة الاول قبل ما اقولك على الخلاصة لهذه النشرة القيمة لازم تعمل لايك للفيديو ومشاركة لان الفيديو ده مهم جدا ولازم يوصل لغيرك من المربيين وكمان ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات والنشرات اللي بنكتهت في البحث عنها من مصادرها العلمية الموثقة خب بالك من موضوع الموثقة ده عملت لايك؟ طيب واشتراك؟ طيب توكلنا على الله الارباح في حيوانات الحليب بتعتمد في الاساس على مستوى الخصوبة وكمان على كمية الحليب وكمان على الفترة الانتاجية للحيوان لذلك الهدف الرئيسي هو الحصول على عجل مولود وسليم كل سنة وركز معي في الكلمة دي كل سنة يعني كل 365 يوم وقبل ما نقول الأول إزاي نحقق الهدف ده خلينا نقول الأول ليه الهدف ده ما بتحققش الأسباب كتير جدا أولها عدم التعرف على دورة الشبك أو الصراف إما بسبب عدم وضوح علامات الصراف أو إن المربي لم يراكب حيواناته جيدا وسبب مهم كمان هو التفسير الخاطئ لعلامات الصراف أو اختيار وقت خاطئ أو غير مناسب للتلقيح أو الاضطرابات والأمراض التناسلية زي احتباس المشيمة أو الصراف الصامت أو التهاب الرحم أو تأخر الصراف أو الفترات غير المنتظمة اللي بتفصل بين دورات الصراف طيب وإيه يعني اللي هيحصل لو ما بقاش عندي عجل مولود وسليم كل سنة هيحصل يا سيدي خسارة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق نقص إنتاج الحليب بسبب طول موسم الحلابة وكمان خسارة من قيمة العجل المولود بسبب تأخر الحمل ده طبعا بالإضافة للتكاليف الزائدة واللي بتتمثل فيه العلاج وإعادة التلقيح عدة مرات مش كل دي تكاليف زيادة عليك؟ ولا إيه؟ طيب إيه اللي ممكن أنا أعمله عشان يكون عندي أعلى نسبة خصوبة؟ الإدارة 60% من الخصوبة بتعتمد في الأساس على إدارتك لمزرعتك زي إدارة التلقيح واكتشاف الصراف ووقت التلقيح كل دي إدارة وزي ما بيقولوا الإدارة شطار ودي حتة كده سر الأرض الشيء المهم كمان هو التغذية دايما نصحة خصوبة الحيوان في الطوالة والطوالة لمن لا يعرفها هي المعالف ده طبعا بالإضافة لعوامل أخرى زي الوضع الصحي والمناخ ونوعية الطور والسائل المنوي وطرق تسكين الحيوان ده بالإضافة كمان إلى تنفيذ التلقيح الاصطناعي كل دي عوامل بتأثر على الخصوبة طيب أجب عن السؤال التالي ما هي التوصيات للحصول على خصوبة عالية في مزرعتي وبالتالي أرباح جيدة خد عندك التوصية الأولى اكتشف علامات الشبك أو الصراف بطريقة مناسبة يعني إيه بطريقة مناسبة؟ طريقة مناسبة هي إنك ترائب الحيوان جيدا مرتين إلى أربع مرات يوميا وخد بالك كل ما كانت المرأبة على مدار اليوم كل ما كانت النتائج ممتازة كمان افحص الحيوان جيدا للتعرف على علامات الصراف وده اللي تكلمنا عنه في فيديو سابق تقدر تلاقيه في الوصف تحت أو في الرابط اللي بيظهر أعلى الفيديو طيب التوصية التانية التلقيح لازم يكون في الوقت المناسب يعني الساعة كام يعني لا يا جميل مش قصدي كده اللي قصده إن البكرية لا تلقح إلا عندما تصل إلى وزن 300 كيلو جرام أو أكتر أو عندما تبلغ من العمر 16 شهر على الأقل لكن لازم تضع في الاعتبار إن النمو الجيد والوزن المناسب أهم بكتير جدا من العمر طيب إحنا ليه بنهتم بالكلام ده؟ ده يا سيدي علشان تسهيل عملية الولادة والتقليل من خطر الولادة المتعسرة وكمان للحصول على عجل بصحة جيدة ووزن طبيعي وكمان علشان يكون الحيوان سليم بجسم جيد ومنتج للحليب بكميات كويسة وكمان تكون خصوبته عالية طيب السؤال الثاني أنا هحسيبها إزاي؟ علشان يكون عندي عجل كل سنة أنا راجل عندي بقر هتعامل معها إزاي؟ شوف فترة الحمل فيه الأبكار حوالي 285 يوم يعني 9 أشهر و 10 أيام تقريبا والحيوان بيحتاج بعدها فترة من 40 ل 55 يوم لترميم الأعضاء التناسلية فاللي هتبقى عندك تقريبا من 365 يوم من 25 إلى 40 يوم فقط لكي تتم عملية الحمل في هذه الفترة وهذه الفترة تسوي تقريبا من 2 ل 3 دورات صرافة وعلشان كده لازم تلاحظ الحيوان جيدا في هذه الفترة وتكون مغزيه كويس ومهتم بصحته لحدوث الحمل والحصول على عجل كل 365 يوم إذن ولا بلقح الحيوان في فترة الترميم اللي هي من 40 ل 55 يوم بعد الولادة لإن مش هيحصل إخصاب وهيأخر كمان الصراف ولا بوصل لفترة 80 يوم لإن ده يخلي الفترة للحصول على عجل مولود أكتر من سنة طيب يا ترى إيه هو أفضل وقت للتلقيح سواء طبيعي أو اصطناعي أثناء الصراف فترة الصراف بتستمر من 15 إلى 20 ساعة تقريبا ولازم تاخد بالك إن قبل هذا الوقت وبعد هذا الوقت فيه فترة تسمى الصراف غير الحقيقي بتظهر على الحيوان بعض الأعراض لكنه بيكون صراف غير حقيقي فلازم تاخد بالك كويس جدا من كده والوقت المناسب للتلقيح هو بعد مرور من 6 إلى 10 ساعات من الصراف واللي بيستمر غالبا لمدة 24 ساعة ولو تاخد بالك من الشكل اللي قدامك ده هتلاحظ إن الوقت المناسب للتلقيح الطبيعي أقصر من الوقت المناسب للتلقيح الاصطناعي التلقيح الطبيعي بيكون بعد بداية الصراف ب6 ساعات إلى الوصول إلى 18 ساعة أما التلقيح الاصطناعي بعد بداية الصراف بعشر ساعات وحتى الوصول إلى 24 ساعة فلو بارتك طبيعية وبتمر بصراف طبيعي مدته من 20 إلى 24 ساعة بعلامات حقيقية وواضحة يبقى لو شهدت الصراف في الصباح هيتم التلقيح في المساء من نفس اليوم ولو شهدت الصراف في المساء هيتم التلقيح من صباح اليوم التالي أما بقى لو البقرة بتمر بفترة صراف طويلة تصل إلى 30 ساعة يبقى التلقيح يجب أن يتم كل 12 ساعة تلقيح اصطناعي أو بعد 12 ساعة تلقيح طبيعي إلى نهاية اليوم التالي أما لو استمر الصراف لمدة 3 أيام يبقى عليك وعلى الطبيب عشان يفحص تلك البقرة طيب السؤال المهم اللي بعد كده بقرتي بتنزل دم أو مخاط مدما من المهبل ده معناه إيه؟ شوف يا سيدي نزول الدم بعد الصراف حالة طبيعية جدا معناها نهاية مرحلة الصراف وهذه العملية لا يمكن لاعتماد عليها لمعرفة ما إذا كانت البقرة مسكت أو لا ولكن تقدر تعتمد عليها في حاجة تانية يا طرق إيه هي؟ لو نزل الدم بعد التلقيح بعدة ساعات من 4 ل 6 ساعات مش هيحصل إخصاب لإن التلقيح تم في وقت متأخر ولو نزل الدم بعد التلقيح بتلات أيام مش هيحصل إخصاب لإن التلقيح تم في وقت مبكر وفي كل الحالتين لازم ترائب هذه البقرة للصراف التالي بعد 18 إلى 19 يوم من نزول الدم عشان كده بنوصيك تكتب نزول الدم يوم كذا يبقى الصراف المتوقع يوم كذا وهكذا كمان من العلامات المهمة جدا للصراف إن يكون السائل اللي نازل من المهبل سائل رائق وشفاف وده علامة على صحة وسلامة الأعضاء التناسلية أما غير ذلك فهو علامة على وجود مشاكل مرضية التوصية الثالثة لازم يكون عندك سجل للحمل والتلقيح والصراف لأن ده من فن الإدارة وهو الكتابة أو التدوين وده يساعدك تعرف الأبكار اللي عندها خلل في دورات الصراف وهل المشاكل دي مشاكل تناسلية أم مشاكل في عدم الملاحظة الجيدة للصراف التوصية الرابعة واللي بعد كده هي التغذية وزي ما قلنا صحة خصوبة الحيوان في المعلف أو في الطوال لذلك لازم الحيوان يحصل على الطاقة والبروتين المناسبين لوزنه وكمان لإنتاجه وكمان تقديم العلف المالك بكميات كافية ده بالإضافة إلى الأملاح المعدنية وكمان الفيتامينات بس لازم تاخد بالك أن العليقة تكون متوازنة وغير زائدة عن الحد خصوصا خلال الفترة الأخيرة من الحمل وده حتى لا يؤدي إلى حيوانات سمينة بس مش معنى كده إنك تأكل الحيوان بالقطار فيحصل له سوق تغذية ومشاكل في الكبد وبالتالي مشاكل في دورات الصراف لازم كمان تهتم بضبط البروتين وتاخد بالك من التوازن بين الكالسام والفسفور وتاخد بالك كويس جدا من نقص بعض العناصر والفيتامينات لإن ده بالتأكيد هيأثر بالسلب على الخصوبة كمان توفير بيئة السكن المناسبة تساهم في الوصول إلى مستوى خصوبة عالي يعني النظافة والإضاءة الجيدة هيسهلوا عليك جدا اكتشاف الصراف كمان البقر اللي بيمشي بأريحية بيعبر عن الصراف بشكل واضح حصوصا القفز على الحيوانات الأخرى ودرجة الحرارة العالية في المزرعة فوق 33 بتسبب إجهاد الحيوان وبتوقف دورة الصراف إذا اتبعت جميع التوصيات السابقة أحب بشرك مبروك هيتحقق هدفك ويكون عندك عجل مولوده سليم كل سنة ولسه هيكون عندنا الجزء الثاني من النشرة هو كيفية إدارة التناسل في مزارع الأبقار الحلوب أوعتين سبقة اللايك للفيديو لأن الفيديو ده فيديو مهم جدا ويشجعنا نكمل في عمل فيديوهات تانية كتير وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد شكرا على حسن استماعكم واستنونا في فيديوهات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته